وأحب أبشركم برضو بشرة يا إخوانا أن الفيلم الفاشل يعني الآن وصل للمرتبة 272 وسط الأفلام العالمية وصل للمرتبة 272 عارفين يعني إيه يا إخوانا وصل للمرتبة 272 يعني في قاع الأفلام في قاع الأفلام فالله المستعال يعني معناها أن المهدي يعني ما تدخل في نهايات الفيلم ما تدخل في الفيلم ما استعمل قدراته الخارقة في رفع حتى الفيلم فالله المستعال طبعا يجي يتحقوا على الناس وقولك ده وصل في التقييمات 8 وشوية أنا لو وجهت الناس اللي موجودة عندي دلوقتي قلت لهم يا جماعة روحوا نزلوا التقييمات دي بالسالب هحط لهم الرابط وينزلوها التقييمات بالسالب فالتقييمات كلها عمرها ما تبقى هي الأصل في الموضوع طبعا ما دخل فيها مسائل طائفية سنة وشيعة والكلام ده كله ولكن طبعا هم لما بيجوا يحسبوا مسألة أو تقييمات الفيلم أو مش تقييمات الفيلم بيشوفوا مرتبة الفيلم نفسه بيشوفوا الناس اللي دخلت عدد الفيلم وبيشوفوا يعني مسلا دلوقتي فيلم دخلوا مسلا تلات تلاف وفيلم دخلوا واربعتاشر فأكيد طبعا يعني تقييم الفيلم هيبقى المرتبة بتاعته هتبقى عالية غير الفيلم ما بواربعتاشر تمام فالله المستعان فلذلك الفيلم وصل لمتين اتنين وسبعين يعني فيه قاع قاع أنا معرفش فيه حد تحته ولا لا فالله المستعان فيا شعي حاول تشغل دماغك الحرب الآن على أشدها بين الصفوف الشعية كله بيشتم بعضه وكله بيفضح بعضه البعض سبحان الله يعني وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى يعني فلان بيطعم في فلان وفلان ساب فلان وفلان ساب فلان وطلع فضحوا ده حتى كمان فضحوا بعضهم في الدخليات الخاصة الدخليات الخاصة فضحوا بعضهم فيها يعني سبحان الله يعني ويمكرون ويمكر الله والله خير ما كريم ومازال إلى الآن فيه شيعة للأسف الشديد برضو عقلها مغيب وتظن أنه فيهم الصلاح وهم دول اللي حينصروا الإسلام يعني أنا أمس سمعت طبعا إحنا بنتكلم لحد مشيعي يتفضل ويتصل أمبارح سمعت فيديو من داخل كواليس القناة فدك وهم بيتكلموا على التسريبات اللي بتحصل تسريبات داخلية كله بيخاف من بعضه كله بيسجل لبعضه فالله المستعال فكان من ضمن التسريبات ديت أنهم قالوا أصلا أنهم كانوا عايزين يستقلوا بقناة فدك ماديا فيعملوا إيه يعملوا إيه فقال لك نعمل فيلم عن داعش فطبعا لما استشاروا بعضهم قال لك طب فيلم عن داعش يعني هنستفد إيه ما فيه أفلام كتير يتعاملت عن داعش وكده طبعا إحنا هنستفد إيه مش هيدخلوا برضو حد يعني وفي نفس الوقت مش هنيقدر نلم عليه طب الرعاة يعني مين هيتبرع من الشيء عشان يتعامل فيلم عن داعش هي كانت مرحلة وعدت وما زال هناك بقايا نعم تمام فقال لك لا المفروض أن احنا نستغل الموضوع عاطفيا وطائفيا فقال لك ندخلوا مسألة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها وبالفعل يعني هم جمعوا ما بين الاثنين جمعوا ما بين يعني بعض لقطات تحمل الصبغة الداعشية واللقطات الأخوة الأخرى اللي هي تحمل الصبغة الشيعية وجمعوهم على بعض وطلعونا الفيلم الفاشل اللي حصل ولكن الهدف من الفيلم مش أنها نصرة الزهراء وعصر الزهراء والكلام اللي هم دايما بيرددوه يقولوه وطبعا يعني أحدث فاجعة عند الشيعة ولا عصر زهراء ولا عصر بيضاء ولا عصر خضراء حتى فالله المستعان فطبعا نصبه النصواية خمستاشر مليون دولار الله أعلم عطوا للفيلم كام أو هم لموا كام محدش يعرف لأن طبعا في بريطانيا وكلام دا ما ينفعش أن انت تتلقى أموال كده لابد أن انت تنشيء مشروع ومن خلال المشروع دا تبتدي تتلقى عليه الأموال فكان المشروع هو الفيلم الهزيل اللي ما تفرج عليه لحد الآن يعني حسب الموقع اللي موجوده طبعا لا هقول لك حسب التقييمات اللي موجودة وطبعا مش كلهم متفرجوا عليه طبعا تقريبا وصل لتسعة تلاف الآن اللي هو ها يغير واجه الكون واجه الكون ها يتغير وتسعة تلاف دول اللي قالوا احنا شفناه ومعظمهم رافضة والله أنا مستعان يعني ممكن النسبة الصحيحة اللي شاهدت الفيلم في أمريكا كله والله 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 ممكن ما تتخطى الربعمية لخمسمية مات تخطى الربعمية لخمسمية وأنا حطيت طبعا صور كتير من السينمات الفضية في أول يوم وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم ولحد أسبوع كنت بحط السينمات وهي فضية فبعد أسبوع يعني الأمريكاني حيفوق من السكر بتاعه وحيدخل الفيلم يستحيل حد عديد ديله مثلا على دماغه وقول له فوق يا عام فيه فيلم مهوت موجود انزل تفرج عليه يستحيل لما الأسبوع الأول يعني نسبة المشاهدات لا تتخطى ربعمية ولا تلتمية يعني يبقى الأسبوع اللي بعده يبقى الأسبوع اللي بعده غير طبعا ان هما استضافوا البعض وعملوا ان هما أمريكان وهم أصلا مش في الأمريكات شكله مكتوب عليه رافض ابن رافضي تمام يعني فالنال مستعان والمرأة اللي جابوها وقال لك أنا دخلت الفيلم والفيلم عجبني جدا اتضح في الآخر انها امرأة من موقع إباحي لعلهم جابوها تتكلم على الفيلم أو بتتكلم عن الفيلم حتى لو هما ما جابوهاش بتتكلم على الفيلم ولما بحثنا عن اسمها لقناها يعني للأسف الشديد في مواقع بعارة والحاجات ديت وغير ان هما جابوا واحدة تانية برضو وسألوها قالوا لها ايه يعني ايه المشهد اللي خلاكي يعني ممكن تتأثري فيه في الفيلم فهم كانوا متوقعين مشهد المصمار والباب والضرب قالت لهم مشهد فاطمة اللي هي في اول الفيلم اللي ضربت بطلقة يعني المفروض انها في دماء خطاعت من قولتها ازاي ما عرفش من الجبهة ازاي ما عرفش برضو المخرج عد عليه الكلام ده ازاي برضو ما عرفش قالت لهم هما ده المشهد اللي اثر فيه فالله المستعد ففيلم فاشل 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 الى ابعد الحدود ده غير طبعا انتقادات الشيعية ان هما صوروا فاطمة رضي الله عنه وارضاه في غرفة النوم وهي بتتحضن صوروا فاطمة رضي الله عنه وارضاه وهي بتوطي للأسف الشديد يعني معظم جسمها بان صوروا عليه بن أبي طالب بصورته صوروا النبي صلى الله عليه وسلم ودي عمرها ما بتحصل في التاريخ الاسلامي صوروه ان هو صورة كصورة وتعوم وطبعا بترتبط في أزال الناس ان دي صورة النبي صلى الله عليه وسلم وان كانت حتى معمولة بأي برنامج جرافيك او كده فالله المستعد فالمسألة يعني صراحة يعني اصبح الفيلم مازلة واصبح الفيلم يعني ينزل تحت قوله تعالى ان الذين انفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوناها ثم تكونوا عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون يعني الاية دي فعلا بتتمثل لا في حاجة اسمها يعني يعني لا في حصلا يعني حاجة اسمها تدخل المهدي ولا تدخل الكرامات ولا الكلام ده كله كان المفروض يعني سبحان الله يعني كان المفروض يعني لو هو المهدي موجود على الاقل يتدخل في الفيلم اللي حيغير وجه التاريخ والكلام ده كله ولكن كلها يعني اشياء كلمات مشبعات لبطون الشيعة الفارغة بطون الشيعة التي يعني تتشوق لنصرة التشيع او نصرة الرفض والكلام ده كله ولكن هيهات هيهات لان التشيع والرفض هو مخالف بل هو مضاد للشريعة الاسلامية وللأسف والله�� عندما ندعو الشيعة فنحن ندعوES ندعو الشيعة الى الإسلام الصحيح الإسلام التوحيد الذي ليس به شرك الإسلام الذي يدافع عن قرآن الكريم الذي قيل فيه إننا نحن نزلنا الذكرة وإن له لحافظون الإسلام الذي ليس فيه غلو لأحد حتى ولو كان أبا بكر أو عمر أو عثمان أو كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كل الذي في القرآن نطبقه ولله الحمد في هذا المنهج الرباني ألا وهو منهج أهل السنة والجماعة ولله الحمد منها منهج ليس فيه تشويه للدين الإسلامي عن طريق اللطم والطبير والنياحة والزحف واللطم والحاجات اللي بتحصل طبعا في عشراء وغير عشراء وطبعا زي ما احنا تكلمنا كمان في اختراع مسألة الإمة الاثنى عشر وكأن الدين مرتبط بالأشخاص ودين الإسلام ليس مرتبط بالأشخاص ولو أن الدين مرتبط بأشخاص لكان هؤلاء الأشخاص ما هم إلا رسل أو أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم والفضيحة الكبرى اللي احنا نقلناها منذ عدة أيام أن هناك من الأئمة من أصبح إماما وسنه خمس سنين وهناك من الأئمة عندهم من أصبح إماما وسنه ست سنين وهناك من الأئمة عندهم من أصبح إماما وعنده ثمان سنين فأنا بقول للشيعي يا شيعي فكر شوية يعني حاول تخلي لدماغ جزء من التفكير بدون ضغوط يعني عقائدية بدون مواريث يعني انت ورست شيء او قلت شيء او طلعت على شيء حاول تركي شوية في المسألة تخيل احنا دلوقتي في الزمن ده وجلنا امام عنده خمس سنين وسط التطاحن الروسي وسط التطاحن الامريكي وسط التطاحن ده كله وكان هناك تطاحن بين الدولة العباسية والدولة الاموية والمماليك وكان فيه تطاحن كبير جدا 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 على الساحة الاسلامية وبعدين الله عز وجل يبتعس لنا يعني طفل صغير عنده خمس سنين ويشار اليه ويقال هذا الامام تخيل انت امام عنده خمس سنوات وسط التطاحن ده خمس سنوات او ست سنوات او ثمان سنوات وسط التطاحن دوت يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه حاول تركز شوية يشيعي في المعتقدات التي تنقل لك وتقال لك يعني شوف انت دور على محمد الجواد او محمد الهادي او الحسن العسكري او حتى المهدي المنتظر دور على هؤلاء الاربعة هتلاقي سن صغير هتلاقي ايه ده يعني ايه اللي بيحصل ده هل الاسلام هو ده الاسلام لا وكمان ايه يعني سن خمس سنوات وسن ست سنوات وسن ثمان سنوات لتلات ائمة وفي النهاية كمان مأمورون بالكذب يعني الا يكفي السن الصغير لا ده مأمورون بالكذب بغيى استعمال التقية يعني الامام الله عز وجل بعثه الينا في سن صغير وفي النهاية يكذب علينا ويكون لكل حكم او لكل مسألة حكمان حكم محمول على التقية وحكم صحيح وفي النهاية يقول لك نرجع الاحكام هذه الى كتاب الله فان توافقت مع كتاب الله اخذنا بها وان لم تتوافق مع كتاب الله ضربنا بها عرض الحائط وكيف يعني من انا وانت كعوام نحن الذي يعني نعرض هذه الاحكام على كتاب الله فان كانت اصلا موجودة في كتاب الله فليما اصلا استعمال التقية يعني كاذا كان الحكم ظاهرا في كتاب الله ومجرد العرض على كتاب الله سنفهم الحكم اذا لماذا اصلا وجود ائمة او وجود تقية فالله المستعان فطبعا دين الشيعة للأسف الشديد ما هو في النهاية الا طاعا في الاسلام وفي المسلمين والله المستعان